اشتركوا في القناة اعتقد انتبهتم لانه عنوان الحلقة الحالي هذه الجديدة يحمل عنوان الحلقة السابقة مضافة لها رقم اثنين شنو السبب ليش رجعت لها بصراحة لاحظت من بعض الردود اللي اتت انه هاني ربما كنت على خطأ عندما صورت هناك مسلمات من خلال التجربة ومن خلال فهم ان احنا متفقين عليها ماكو داعي اشرح بها كثيرا لكن حقيقة شفت اعتراضات حتى للي ما شافوا الحلقة خليفهموها شنو اللي حدث اللي حدث انا قلت هذا ابن الخالص اتهم الناس بالخيانة واعتبرت اي مسلت وقلت هذا رجل الدين السياسي هاتش يسوي من يدخل بالسياسة اي مسلت وقلت ايضا عن نور المالكي اللي يقول عن اللي يشجعون على عدم الانتخابات بعثيين لكن بنفس الوقت يلوموني يقولون انت من المد ذولة وعبت عليهم هذا التصرف وقلت هذا التصرف سيء لكنك بنفس الوقت رحت قالت علي انتخبون حنان طائفيين واللي انتخبون المالكي قليلي الوعي فشلون يصير تنهى عن خلق وتأتي بمثله هذا لا خلق ولا بمثله ولا تنهى عن خلق ولا بمثله ما قلت اشعابه شلون هنا اللي انا صورتها مفهومة فيجب علي الان اعتذر من اللي يفاهمينها لكن ايضا الاخرين لهم حق علينا لانا ما حد يتبنى هاي المهمة نجي ابن الخالصي رجل دين معمم لديهم اتباع اسئلوا الكاظمية وهذول عندهم اتباع واتباع سووا مشاكل سابقا ب63 طبقه ويا الحرس القومي وضد الطالبات السافرات وبشكل يتهموهم بالشيوعية ويصبقوا الرجليهين ويهينوهين ويقصوا الشعرين ويعتدون عليهم وحرموهين اكثر حتى ما راحوا للكليات ولا كمن دراستهم دمروا الناس صاروا شرطة اخلاقية بالاتفاق مع البعثيين بال63 زمن الاجرام والقتل فهو لاحدهم اتباع من الهدون هم يهدون ما يفكرون ثم انه وين ديقول لها ديقولها بصلاة الجمعة تابهوا صلاة الجمعة هاي الخطأ بالجمعة الشب داعشي خرجت بكل كون اش قد انكتلت بيها ناس من وراء هذي هاي الخطأ باللي تغسل الادمغة وطلع الناس مشحونة حمياء وتهد هو هناك قال خاين هذا التابع الالة واللي مغسول دماغه يعني معنى هلغت انسانيته بعد ضميره مات الانغسل دماغه يعني ضميره احساسه بالألم على الانسان المقابل انتهى فراح يطلع بس يشوف جيرانه والطلع ينتخب يفكري كتلة لانه الشيخ قال خاين خاين المني واش يقصد خاين لول الوطاين والقلول الله اوكي هاي خاين كمشيع انكتل بيها بسببها كمشيع انكتل بسببها شقد بتهمتنا وخوانا وصفويين وبعانا للامريكان وما يعترفون وما يعترفون ورأسنا قلهم ذولة تشمح كافر بالمنازمة تشمح كافر بالضبط عند هذا القاعد رسالات الجمعة خاين كافر فقتلنا السنة شقد انكتلوا بيهم سببها قام هاي الخطب والحسينيات وذولة والسادة والشحنون الناس علم ذولة حواظين السنة حواظين للارهاب السنة حواظين للوهابية مدعومين من السعودية قتل السنة ما شنو يموتون سبعة لا يموتون سبعة منهم وصار اللي صار هاكلها على ساتخيانات نجعل النقطة الثانية اللي اطلقها المالكي وهي انه بعثيين بعثيين بهذا الزمنة ايضا قتل والمالكي عنده اعتباعه وهمج همج حقيقيين يعني يقتلون الناس شقد عندنا من الاعلاميين اندقوا ومو بيهم من انقتل وصار ما صار بالدنيا بسبب انتقاده وبياح الجنه هذول البحثيين ولحد الآن يصرح على هذول البحثيين روحوا قتلوهم يعني فهذولا هم تتوقع اذا المواطن يريد ما ينتخبوه حقه ما حد ما نحليه حق يعني مواجب نازل عليه من السماء ما يريد ينتخب قد يفكرون ذولا تباعا يرحون شوف يساوونه بعائلته اوكي هذا انتهت هذا سلطة ابو عمامة سلطة والمالكة سلطة انا لما اقول عن اللي ينتخبون حنان الطائفيين شنو يا راح يقتلهم يا راح يقتلهم الباب بهلي حق يسيب تخرون لان هاي العبارات تتغير وفق الزمن والمكان يعني لما نقول جماعة المالكة ما حد ينتخبه الا قليل الوعي ان شاء الله انا راح يطلعون لعصائب اهل الحق وان ذولا يقال عنهم دكتور هاشر قليل وعي يقتلوهم زين شوان تقارن رأي بتحريض على القتل انا رأي ذات محرض على القتل تقل لي شوان انت تنهى عن هاي وتجي مثلها تلاحظون الفرق اخوان وتفضلوا توضلوا خم حتى الطيكم خاف تقولون تفضلوا هذا هم واحدة اخر هذا شوية حتى نسبة احنا اه مودة نجيب من عندنا بالكلام تفضلوا ايادي حزب البعث واضحة جدا 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 في هذه القضايا ولا ما انها معنى انت تجي يقال اليك تعال انت اصنع قرارك السياسة يتقول لا ما ريت عمي تعال غير يتقول لا ما ريت تفضلوا هذا لي مسلة الاخر قلتلكم رجل الدين من يحجب السياسة هي مسلة وهذا زاد على الملال يوم اللي حنتوش قال بعثي اللي يقول لا تنتخبوا لا تلعوا الانتخاب بعثي جدا 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 هي شنو الفكرة لان المالكي ما يريد يلبس عمامة حاير بصبوخ شعره ويدري سياسي ويدري حشايتها انقرضة شوية تشذع بنور المالكي تشذع بنور المعممي طلع حتى شيطيها سلطة دينية مقابل ذاك هذا هم عمامة وهم قاعدين يما يغسل ادمغة وهم قلهم جدا 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 يعني كتلوهم زين تأكيد حاية المصيبة انت عاني شنو قصدي خلني شوية ما وضح اكو مفردات تهم تاخذ في علها بسبب الزمن والمكان تختلف زمانا ومكانا يعني اجا زمن في يوم الايام بالعراق وكو جبهة وطنية بين الشيوعين والبعثيين يعني من واحد كان يقول على واحد بعثي يقول على واحد الشيوعي يبقى مشكلة وبسوريا مثلا ايضا هذا زمن لكن الآن من تجي الآن تقول بعثيين بها قوانيين واشتثاث ومصائب وقتل وكذا ومن بين قتل المكان ايضا يختلف يعني لما واحد قاعد ببار ويطلع لك ويقول لك خاين عبالهم ماذا في حسابك وعبالهم انت مدري شو نروح يكتلك ويدور عليك المكان ايضا بوربطة بره يقول عنا كافر هو يطلع يقول لك ايام نن بنيبر يكتبها بالفيسبوك ومع له مين يكتله يقدر واحد بدهسه يكتب بالعراق يقول انا كافر شير قطعة ويطلع لو يطلع تظاهره لاحظوا شون يعني قصدي هي المفردات ما تاخذ معنى القتل يعني ابدا تتعلق بالمكان والزمان وبالشخص اللي يطلقها فرق شبير فرق شبير يعني سلمان رجلي منكال عنا الخمين الان سلطة دينية شبتش صار مو يعني اطلعان يحتي ان انا قد نفس الشي فلذلك هاي المقارنة ظلم يعني هاي كنت تصورها مفهومة بس الاعلام بايخ من اللي يسوي هذا اولا الصخولة اللي قاعدون يعمل مالكي لو لا 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 من دي قناة الكربولي من ديش يسمي لو قناة الخنجر منو 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 يتعب يفهم الناس منو منو رعيان ومبيعين جغائر قلت لكم وكررها وناس همج وستغلنا وياهم وعرفناهم بايع التشرك وهناك مسألة ثانية ايضا عملها علاقة بمسألة تصوري انه اكو اشياء مفهومة يعني علاقة اللي عندنا اوليات فهم الاشياء مثل عدم الفرز بين اللي عنده سلطة والما عنده سلطة هناك اكو شغلة اخرى وما نظل اللوم بس نطر اللوم ايضا يتحملها الاعلام اللي شغلته يروج للرعيان وفعلا ولذلك انا قلت لكم عليكم هم اللي قعدون قدام المالكي يصيرون سخول فهو اعلام ما لسخول فعلا جهل الناس وكل شي ما يسوي وكلهم هم واحدهم هذولة يعني يكتب تويترات الحنان والنور المالكي ويقمض لبي شهر عشر تالاف دولار من اموال الشعب عشر تالاف دولار عندني ما للغمانك لا براحة للأسف شنه المسألة الاخرى عاني من قلت من خاطبة المساكين المخدوعين اللي ينتخبون حنان اوردهم بانها بطلة سوت استجوابات طرعنية ذكية تستنقلها سني يعني تانو شو تصني ان شاء الله والمستجواء الشيحية اعدهم يليشيات فالعملية يعني مرتبة ياسبوها هاي المسألة بالله هاي هاي تعبر على اي واحد من الربع عادي ادميغها مخصولة لكن ارده سأل سؤال انا لما انقلت انتش طببت بجيبك يالمواطن المنتخبها وخابص الدنيا بيها وشاير روحها كطابها على موض هي سوت استجوابات انتش حصلت ان استجوابات وبالضبط في العاجة زعت سعر الدولار بحي طببت معناها بجيب الدولة انا ما كنت اتصور القبالي ما يفتهمش اقصد لذلك يا اخوان انتم متفتهمون خلنرجح لازم يحجشونوا الاستجواب بمجلس النواب يبدو هماي ما فهمين هالزليم يعني والجماعة حميوا بنسوان للأسف الاستجواب دور الرقاب بمجلس النواب لا يعني استجواب للكشف عن البايق والمبايق البوق جريمة جنائية طلعوا القوانين وشمال سرقة المال العام من الجنايات الاجرامية الشديدة يعني اكو قانون للجنايات من يطبق قانون الجنايات مجلس النواب لو سلطة القضاية هذا كانت تعريف بسيط حيب عدنا مطابي لعد شنو يا برقابي تشريعي تشريعي خب هي واضحة ما يراد لها مزين يعني اذا اراد يصير قانون مجلس النواب لازم يصوت عليهم يحاول فق حاجة الدولة وفق حاجة كذا هاي مفهومة لكن رقابي هاي العرفة ويستغلوها البعثيين السابقين والبعثيات السابقات وفي مقدمتهم حنان وحل وهاي صيف وذاك الجمهور مليا لأنك وافت بلقفة كلمة عائمة لا اعلام يشرح مثل ما قلت لكم لا تربية توضح لا مجلس النواب يستحي يقول هاي موشي قلتي ولا القضاءة المساكين ما قصد المحكمة اتحادية اللي ماعدهم لا ميليشا تفترى راهم العشائر وتفترى راهم الميليشيات اللي راح تنتخبوها وهي سبب خرابكم وفقركم وظل فقر لأنه يخافون منهم فين واخد دورة تنوك اللي قمتها ويسكت هذا غير شيء بعد يجضر بالبلد إذا القاضي ما يقدر يحكي دورة دين واخد دورة دين نملة منين واخد دورها تنهضم هذا شغلت البوق خلنا نجي انتم تجيبونا من مجلس النواب الرقابة خلنا نوضحها تنتين منها الرقابة يا أخوان الحكومة أول ما تتقدم وتحصل ثقة تقدم يسمونها منهاجها وبرنامج عملها مقسم أبو التربية قال راح نسوي نرفع نسبة النجاح ونطور ونجيب ونودي وبعثات الآخرية أبو النفط يقول نزيد العبار أبو النقل يقول نجيب نسوي 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 مترو وبالطيران راح نسوي كذا وبالسكان يقول نسكن ناس وما تسكن هذا يسمونه برنامج الحكومي أو المنهاج الحكومي شغلة تبجلس النواب يراقب هذا تطبيق المنهاج مراقب الوزير اللي باقي لهم وباقي البوق لهمها مبيوغ هذا ممنوع على كل الشعب على كل الدنيا على الوزير وعلى النائب وعلى غير النائب أبو شي قلت قلت تروح تدور لي باقي لهم وباقي أنت تجد تقول لك هاشو المدرسة مخفتة قلت راح نسوي بالسنة لأولاد هل قلت ترفع حدد المدارس أشو حدد المدارس محتها مطينا ومسخهم أشو المناحج محتها طيح حضعي أشو أبو النقل أنت سويت وين قطارك وين طياراتنا وين مدارس هذا الشغل أبو اللي عارض في مجلس النواب لأن الجماعة لين حكومة هاي وحد لكن مو هي تقول مو أنا شلت معارضة ماروح البايقين يعني يعني بالحكومة يخلي البوق يمشي البوق في كل زمن معارض ما معارض أبوك من يبوق يقولك متسطن عليه حسبوك متسطن عليه ومو بس بايق فأكذوبة كبيرة جدا والدليل ليش أقول لك شلون تستفيد ما تستفيد من الرقابي باعش ورس أقول لك شلون تستفيد وشلون تجي لكتب لاجه وشلون أمورك تصير بها خير هذا البايق بالجرم الجنائي أنت شو سوي أكو مدعي عام مدعي عامي مثلك يمثل الشعب حريص على أموالك هذا لو فرض انقرأ بالإعلام ابن وزير بايق كذا وزير بايق كذا وزير شو على غفل اشترا فندق يكتبون عليه البدعي العام يحترم كل شيء يصدر بالشعب ولأنه مستقل فشي يسوي يروح يقولهم جيبوا للأدلة شنو هذا بالإعلام شكال إذا لقى عنده أدلة أولية أولية تبيح له ذاك الوقت يتقدموا بطلب لرفع الحصانة عنه إذا كان وزير ويجيبه حاكمه وإذا مو وزير ما عنده مسؤولية حالية يجيبه حاكمه مني حاكمه يقعده وحده من اثنين يا أما بريء الله ياكو محمد وعلي يا أما شرطي تعال كلب تشوديه بالسجن كشفوا على ممتلكاته وين وداهن بيعوا هذا الفندق خلي بإعراضيه سدد فلوس الدولة غصبا على خشمك القاضمة راح يحطني بجيبه أصوات مثل النواب يستفيد منها أصوات الإزواج للعسى فأقولها هيتي لا يجيبه نرجحهم عند مال الدولة إحنا عندنا ألف مليار ما بيقوك تخيلوا رجعا يرجح القضاء مو راح يطبوا بشيسكم لو ما يطبوا بشيسكم مو الوطن ينتعش لو ما ينتعش لكن هي شنو الوزير أصلا هو انت شايف واحد حرامي بايك لازم يجوه مية وخمسة وستين واحد يقولوا نعم هاي بوك حتى لو قالوا يطلعون يتباوسونوا ياه وحمايته توصل الوزار تعود بعدين لحق الطعين وما طعين لو لازم بسج نقبل هاي هو همين يطلعوا يعوفكم شيسر يروح يقدر يسافر ويشاردون تالفيني ميقا يدوها شلس 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 هاي قلت لكم خربتكم يا باهدان ولازم نكملها ضم الضيم قل ليش جاب وشودة تضحك عليهم هاي تشوفوا لأن البوك إذا يظل بيد مجلس النواب كم منوا من يبوك المجلس النواب اللي حاسبه زين هذا البشارع اللي يبوك همين نودي المجلس النواب زين انت يا حنان الفتلاوي إذا بوكتي إشلون حاسبه زين إذا كظين عنده خوش برج هو كان كل شي ما عنده في زمن النظام السابق لو كانت فرقة الخنسة لحزب البعث العربي الاشتراكي توزع أبراج عن رفاق البراج تعرفون شنو البراج تفضلوا هسا كلوا بعثهم أبراج عثهم أبراج يجون يحيشون على الاتصالات لأن أبراج محافظاتهم هذا البرج نخل نائبة الفلانية وهاي موجودة نشرت هيئة الاتصالات بس من يصدق هاي النائبة السان وقوية من يصدق بينه من يقول هي هاي ها انتم كانوا نذكرهونها انتم نائبة أخوها عنده برج بالاتصالات من هاي النائبة نشروها بالإعلام وحنا نسمعها من عدد واس معنا الفتلاوي أخوها ببابل عدة برج مع الاتصالات وذي أنها رئيس الهيئة رفض هي قامة الدنيا ولم تقعد وفوق البرج فوق عيني فوق البرج فوق وكوالله ما ريد بالي بلو هيه هنيالك يمنع الشاطق عتي ومن يين ما ملتي غرفتي السود علي نمهات السبايكر والمساكين اللي لابرا وجهالهم ينامون بالعربايين وراح نجع عليها والأرامل تارس الدنيا والناس خدموا حشموا أبراج وأصوات عايزة بس طيور باشر اللكومترات تشتغل وحرام يحلف المبيوغ والمبيوغ يتعذر من الباقة والزوج يجري يصوت يتقل لها يا با انت شخش مجيبك يقول لك شنوش خشم جيبي ما ريد شعليها هي لا تروح انت صوتك يا غبي للأسف عمي الرقابي الدور الرقابي هذولا سطوا عليه هذولا سرقوا دور غير دوركم تشذب دور الرقابي يجيبون المسؤول الوزير يفتهب لو ما يفتهب لأن من قدم رئيس الوزراء بالقائمة قدم قال أنا رح يسوي واحد اثنين 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 طلع اكترن فالتصويت يصير هذا يفتهب لو ما يفتهب وهذه معقولة من اقتصاص مجلس النواب يجون على لكن شمع المبلاد اللي الجنائية والاجرامية لذلك القاضم ان يكون شيش على ابو الخلفو يلزم يطلع دهنة يطلع هاي الفلوس يردهلك حتى تستفيد يريدها الشعبك يريدها الخزينة دولتك وذا بايكك شخصيا يرجع لك حقك ليش لان سرقة بشكل عام واما سرقة المال العام فهي جريمة مخلة بالشرف وتوصل حد الخيانة بالمناسبة وبعناها راح بعد ما الى حق يرشح بالانتخابات لاو قد وظيفة ما يحصل يقرح يجيب محكمية وياخذ صافحة يطبعون شوش هو يطلع يفرفر من مجلس النواب زين يعني مجلس النواب يجيب 165 واحد يكونوا عليها بايك اوهب له قاله بايك يا لي حبسة شمت حصلت بجيبك شين هو لقلك يعني تشحصلت كوطن انت بايك جيبك افتهم يعني اقصد لك عراق اقصد بلدك اقصد مصلحتك العامة مو تأخذ هم المعنى المباشر بجيبك ومن اقل لك ثلاجة ما ثلاجة وناس الان العراقيين بيوت معدهم ودشوف اولادهم هم وخدمهم وحشمهم وابراجهم وملايينهم ومن فرنش يسون وشو جيفتهم للأسف الشديد للأسف الشديد هايا سببها اساسي لان القاضي ما اقصد المحكمة التحادية القضاءات اللي تابعون الفساد وجماعة الرقابة المالية ترى يخافون من الميليشيات والقتل والحصابات ترى من نقول الميليشيات ترى كناس عصابات ما نقول داعي عود مسجل اسمها مثل الكبار المدش اسمهم وعدهم دبابات ورايات لا عصابات يقاضي يلزمون والشم قاضي تمرمر والشم قاضي قتلوا والشم قاضي ما يقدر يشور الدربة لان شك قد وخلي يحجون اهل القضاء هايل ابيد القضاء اكو واحد هي شباقك يا شعب ما اكو واحد يطلع حقك لكن انت العجيب الذول الماخذين دور القضاء الصوت لهم للميليشيات اللي هي سبب الناس تبوقك هم الصوت لهم والبيحة ما صوت لي اخاف اقول شلمة واقول هفاديون لان انتم فعلا انا فعلا شعتب على واحد شعتب على واحد يمجد بالمسؤول من يشوف مواطن ينتقد مسؤول وهذا المسؤول خادم عند المواطن يجي لا يمدح بالمسؤول ازيد من هلوقان هاي به رجولة يعني حتى موزلم انتم هذول اللي دافعون على اي مسؤول اي مسؤول مسؤول هو شنو خادم بامال الشعب انت تجي تبجد به ما تستحي على غيرتك ما تستحي ولك والله المفرض نسوانكم تدفل عليكم والله العظيم والله العظيم ما تستهلون العراقيات انتم بها لدافعون على المسؤولين والمسؤولات والله اللي يقول تاج راسك على اي قندرة منهم ذولة او اي شحاطة منهم ذولة اللي ما نشتريهم بنحال من هو مجلس النواب شنو هم خدمت عينين باموال الشعب شنو قيمتهم يشتغلون عدنه بس معني لأتمنى هم برة لأتمنى هم برة حتى يعلمونهم شنو شغلهم حتى من يطلع لكن ش سوي ضلو ضلو لكن لأنا الناس يقولوا لي اي اسم الشعب العراقي انا معيس هذا عيبي انا معيس حتى دولة الويحة انا ما معيس منهم حتى انتخبون المال يكون ما معيس منهم والله العظيم ما معيس وظلنتي بكل عراقي هلا اقول لكم مسألة دعونا خبرها بسرعة وهي اهم شمية بعض الردود يقول لك انت تشجع الانتخابات او انت ضد اللي راح يقاطعون لا بعدني لم قرر انتخب ولا لم قرر ما انتخب صدقون اثنين هن ما انتخب بعدني والبعض يقول لك كش ما ميل الكل احد عهد علي عهد تألكم من زمان لا مستحيل لنشوف منه هو منه الوياب منه كذا لكن انا اقول القرار القطعي هكذا احنا دولة اللي ريد مقاطع لا مجتمعين لا جاعدين لا مقررين شنسوي شنو حركتنا الاعلامية انقيسها بالميزان راح دولة نأذيهم ما نأذيهم وفي ضاوه نحسب احنا ناخد تعليماتنا من دولة يقولوا انترحوا لو ما ترحون فخلوا ظنتكم لا لا شنب الله هذا لا يلعب بالكم لا اشتركوا في القناة